طلب أهالي منطقة حي الأمين بمدينة الفلوجة الحكومة المحلية والجهات المختصة بطرورة توفير الخدمات وقال عدد من سكان المنطقة أن هذا الحي يشهد كثافة سكانية كبيرة ويضم مجمعات حكومية وبيّنوا أنه يفتقد لخدمات صرف الصحي وتعبيد الشوارع وأكدوا أنهم خطبوا الجهات المعنية دون جدوى وأوضحوا أن أطفالهم يعانون من عدة أمراض بسبب تراكم المياه الأسنة طريق حيوي مهم فيه مستنقع كبير للمياه الأسنة وفيها القوارض والحشرات ونطالب بتبليطه بأسرع وقت وقد تم انفاتحة الجهات الحكومية ويتعذرون أنه مشروع متلكي إلى متى يبقى هذا الحال في الصيف الأتربة تدخل البيوت والناس أمراض وربوا وحساسية وفي الشتاء مياه الأمطار توصل للبيوت التحولت إلى مكبل النفايات والأوساخ فنطالب سيد المحافظ وكل من يسمعنا وكل مسؤول عن قضاء الفلوجة بضرورة تبليط هذا الشارع الحيوي المهم ومثل ما نعرفك هنا جامعة الفلوجة ستكمل بناء مالتها ورح يبدو الدوام بها وكلية التمريض من شارع ستين قرب الملعب الكبير ملعب الفلوجة إلى حدود الجامعة وكلية التمريض منطقة كبيرة ومنطقة حيوية ومهمة ليس فيها شارع تبليط واحد ترجمة نانسي قنقر